بعد إنشاء قاعدة البيانات سواء كقاعدة بيانات فارغة أو باستخدام القوالب تكون هناك حاجة لإدراج الجداول والنماذج والكائنات الأخرى بداخلها وإحدى الطرق التي يمكن بها إضافة هذه الكائنات إلى قاعدة البيانات هي استخدام جزء التطبيق فمثلا في قاعدة بيانات المشروع الحالية يمكن إدراج نموذج باسم منتج جديد بحيث يمكن من خلاله إضافة المنتجات الجديدة في مستودع الشركة إلى قاعدة البيانات ولتطبيق ذلك يمكن استخدام جزء التطبيق وذلك بالنقر على علامة التبويب إن شاء ثم أجزاء التطبيق ضمن المجموعة قوالب حيث تعرض القوالب ضمن نماذج فارغة والقوالب ضمن التشغيل السريع التي يمكن إدراجها يمكن الاختيار من عدة أنواع من النماذج الفارغة المضمنة وسيقوم أكسس بعرض تلميح شاشة يصف بشكل موجز تخطيط كل نموذج وذلك عند الإشارة بالمؤشر إلى اسم النموذج فمثلا النموذج الأول واحد للأعلى يتضمن سجل مفرد بتسميات أعلى الحقول بينما نموذج قائمة يعرض عناصر متعددة وهكذا ولإدراج أي نموذج يتم النقر عليه يظهر النموذج بعد إدراجه في قائمة التنقل وبالنقر عليه نقرا مزدوجا يتم فتحه وإظهاره يحتوي كل واحد من النماذج الفارغة التي يقدمها أكسس كأجزاء تطبيق على إزرار أوامر وأناصر تصميم أساسية عنوان مثلا وتكون إزرار الأوامر التي يتم عرضها في النماذج مبرمجة لتنفيذ بعض الإجراءات المحددة مثلا يحتوي النموذج الحالي على الزرين حفظ وحفظ وإغلاق حيث يقوم الزر حفظ بحفظ السجل الحالي والزر حفظ وإغلاق بحفظ السجل ثم إغلاق النموذج يمكن تغيير اسم النموذج بإغلاقها أولا ثم النقر عليه بالزر الفأرة الأيمن واختيار إعادة تسمية يمكن مثلا تسمية النموذج الحالي بنموذج منتج جديد ولتعديل التصميم كإضافة إزرار أو مربعات أو أي عناصر أخرى يتم النقر على اسم النموذج بالزر الأيمن واختيار عرض التصميم حيث يعرض البرنامج النموذج في شاشة التصميم والتي يمكن من خلالها تعديل النموذج بإضافة أو حذف أي عنصر مثلا يمكن إضافة زر جديد باسم تراجع ولإغلاق النموذج يمكن النقر على علامة الإغلاق X بجانب علامة التبويب الخاصة به